موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم العلاقات التركية السعودية على ضوء زيارة الرئيس التركي الأولى للمملكة منذ خمسة أعوام ونسأل مع نوين هذه الزيارة التي تدشن عهدا جديدا في العلاقات بين البلدين وكيف سينعكس تقارب القطمين البارزين في المنطقة على مختلف ملفات الشرق الأوسط وما خصوصية العلاقات التركية الخليجية بشكل عام في المرحلة الحالية هل نسير إلى علاقات تركية عربية أو سع؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي من مردين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور سامير صالحة ومن رياض رئيس منتدى الخبر السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري نتابع النقاش بعد التقرير مما رسمي الاستقبال والوفود الرسمية رفعت المستوى وحتى المباحثات أجواء إيجابية أحاطت أول زيارة لرئيس تركي رجب طيب أردوان إلى المملكة العربية السعودية منذ خمس سنوات عهد جديد يحطه رئيس أردوان لطي صفحة بين البلدين بعد تلبيته دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ولعل أبرز دلالاته هذا اللقاء الأول بين أردوان وخدمي لحرامين الشريفين منذ عام 2017 إرادة مشتركة من الدولتين لدفع العلاقات قدما إلى أفضل مما كانت عليه هذا ما أكد عليه الرئيس أردوان في تصريحات أدلى بها من جدا مباحثات أجرأها أيضا أردوان مع ولي العهد محمد بن سلمان في قصر السلام الملكي كان ضمن الحضور من الجانب السعودي أمير منطقة مكة الأمير خارد الفيصل ومسؤولون رفيعون آخرون وإلى جانب أردوان عدد كبير من المسؤولين بينهم المتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس جهاز المخابرات ووزراء الداخلية والدفاع والعدل والمالية وآخرون أيضا زيارة أتت تتويجا لجهود مشتركة منذ شهور من أنقرة والرياض لتحسين العلاقة وتعزيزها في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية أهمية الزيارة أيضا ليست فقط بما يتعلق بتصحيح العلاقات التركية الخليجية بل بالملفات الإقليمية التي بحثها الطرفان خاصة فيما يتعلق بإيران والعراق وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية وملفات أخرى الخطوات القادمة هي التي ستبرهن عكاسات هذه الزيارة على علاقة البلدين فيما يرجح خبراء أن أولى بوادر هذا التحسن ستكون من نصيب العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين أرحب بضيفي من جديد وأبدأ معك أستاذ أو دكتور سمير صالحة عدة عوامل اجتمعت لتوفر أسس هذا التقارب الذي توجه اليوم بزيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية أبرز هذه العوامل وماذا عن توقيتها؟ صحيح صحيح مساء الخير للجميع رمضان كريم لك مايا وصديق الدكتور أحمد والإخوة المشاهدين طبعاً أتفق معك تماماً أكثر من عامل ساهمة برأيك في دفع هذا المسار الجديد من العلاقات التركية السعودية لكن كل العوامل تلتقي عند نقطة أساسية هي الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العلاقات استجابة مع متطلبات المرحلة ليس فقط على المستوى الثنائي مايا بل على المستوى الإقليمي الآن في عنا ظروف ومعطيات وأجواء إقليمية جديدة تتطلب هذه القراءة الجديدة من قبل الجانبين نقطة أهم كلا البلدين لاعب أساسي في المنطقة لا يمكن إطلاقاً إغفال الدور والنفوذ والحجم السعودي في التعامل أو خلال طرح أو مناقشة ملفات إقليمية سواء كان على المستوى العالم العربي للعالم الإسلامي أو الإقليم ككل هذا أيضاً ينطبق على الدور التركي أهمية التقارب إذن هو أنه كلما كان فيه تنصيق تركي سعودي في التعامل مع هذه الملفات الحساسة كلما كان حجم التأثير برأيي أقوى على الأرض لذلك أنا لا أتفق تماماً مما قلت أن هذه العلاقات فيها تركيز فقط على جانب الاقتصادي أو التجاري أو فقط حجم العلاقات الثلائية أظن رؤية والنظرة أبعد وأشمال بكثير وهذا ما سنفصل فيه بعد قليل دكتور لكن دعني أنتقل إلى دكتور أحمد شهري وأنطلق معك من الظروف الأقليمية التي ذكرها دكتور سامير صالحة دكتور شهري هل الاتفاق النووي الذي شارف على خواتيمه مع الولايات المتحدة وأرجحيات خروج إيران منه منتصرة هو الدافع الأبرز الذي ربما حرك المملكة باتجاه هذا الانفتاح بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ مايا وإلى ضيفك العزيز الأستاذ سامير أهلا بك وأخوات المشاهدين الكرام ما في الشك وأنا أتفق مع ما أتفضل به الزميل سامير أن الظروف الجيوسياسية والجيوسياستراتيجية المحيطة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي وفي تركيا وفي العالم الإسلامي بشكل عام تحتم مثل هذا التقارب وأعتقد أن هذه الزيارة جاءت في وقت مناسب بالنسبة للبلدين فتركيا أعتقد أنها بحاجة إلى المملكة العربية السعودية وإلى عمقها العربي وعمقها الخليجي وعودة الدفء إلى الألاقات وخصوصا على الصعيد الاقتصادي مثلما أيضا دول العربية وأيضا دول الخليج هي بحاجة إلى تركيا الدولة والشعب والقوة السياسية والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة السياسية وقوة المواقف على جميع الأصعدة لذلك أعتقد أنها تتلاقى الرؤى وتتفق التوجهات بين البلدين لرسم سياسة جديدة في المنطقة لا سيما ولا بد أن نستحضر أمرين مهمين الأمر الأول هو الحرب الأوكرانية الروسية التي أفرزت الكثير من التحالفات وكشفت الأقنعة عن الكثير من الديمقراطيات وكثير من المواقف الجيوسياسية على الصعيد العالمي مما سيسهل ويبرز معسكرا ثالثا إضافة إلى الشرق والغربي وهو المعسكر الإسلامي وأعتقد أن المملكة العربية السعودية كقلب للعالم العربي والإسلامي وشقيقتها أيضا تركيا ممكن أن تلعبان دورا كبيرا إضافة إلى الشقيقة مصر لصياغة سياسة جديدة أتفق معا أيضا أنه ليس المصالح المشتركة بين البلدين هي التي ستكون هدف الزيارة لكن الموضوع هو أبعد من هذا الوضع الخليجي أيضا مثلما تفضلت الوضع في إيران كمهدد للمنطقة ونتمنى أن تركيا بلاقتها الجيدة مع إيران أن تعيد هذا البلد الذي مصر على أن يكون نشازا طيلة أربعين سنة نتمنى أن يدخل إلى هذه المعترك التصالحي السياسي وأن يساهم ويعود إلى ملحمة البناء والإعمار في المنطقة وهناك مفاوضات ربما استمعت لها قبل أيام كانت هناك جولة خامسة نتمنى أن يكون هذا الزخم إن شاء الله الشعوب ستكون هي المستفيدة ذكرت مسائل عديدة دكتور ولكن بما أنك تحدثت عن السياسة الخارجية دعني أسألك هنا هل تغيرت نظرة المملكة باتجاه الولايات المتحدة تحديدا كحليف تقليدي قديم ومن هنا أيضا هذا السعي لنسج تحالفات جديدة بالمنطقة هذه المرة سؤال مهم استاذة مايا أولا المملكة العربية السعودية هي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 ومرت هذه العلاقات بمراحل متعددة من التقارب ومن الفتور ومن الاختلاف ومن الاتفاق لذلك أقول هي علاقة دائما استراتيجية وعلاقة دائما ولكنها تتأثر بمن يأتي إلى البيت الأبيض سواء كان ديمقراطي أو جمهوري ولذلك السعودية منذ أكثر من ثلاثين سنة لا أقول منذ فترة بايدن أو أوباما من قبل ذلك السعودية بدأت تنسج علاقات وتنسج سياسات تأخذ في حسبانها أن الولايات المتحدة الأمريكية صديقة اليوم ربما ليست صديقة غدا وهذا ما نرأيناه في إقامة شراكة استراتيجية مع الدول الأوروبية أيضا مع روسيا مع الصين الانفتاح الآسيوي كذلك أيضا التقارب الإقليمي وهذا الحقيقة جزء من هذه السياسة أن القوة الإقليمية لها أيضا دور ولذلك رأينا الولايات المتحدة الأمريكية ابتعدت عن السعودية اختياريا ثم رأيناها تأتي إلى السعودية اختياريا في محاولة من سيد بايدن على دول الخليج والسعودية لزيادة النفط ومع ذلك لم يتم له القبول لأنه القرار استقلالي وسيادي كذلك جاء السيد جونسون رئيس وزارة الإيطانية وأيضا لم يحقق مسعى إذن هناك سياسة استقلالية وهناك رأي يأخذ المصالح الوطنية في المركز الأول ولذلك أعتقد أنه حتى على مستوى الدولة الآن بعد الحرب الروسية الكرانية سواء في الصين أو سواء أوروبا نفسها الآن بدأت تهتب بمصالح أعتقد أن المستقبل هو يقوم على التحالفات التي تقوم على المصالح المشتركة حيث تكون المصلحة تكون التحالفات سأعود إلى ذلك وإلى هذه النقطة تحديدا ولكن أبقى قليلا في الملفات الداخلية وانطلاقا مما تحدثت به دكتور عن تلاقي الرؤى ورسم سياسات جديدة أعود للدكتور سامير صالحة في هذه المسألة التي أشار إليها دكتور شهري ماذا عن ملفات السياسية الكبيرة التي بعدت بين البلدين ربما تحديدا ليبيا سوريا في السنوات القليلة الماضية ماذا عنها هل تلاشت الخلافات أم هناك مقاربات جديدة حولها دكتور يعني طبعا من المبكر جدا الحديث عن عن الإنجازات في هذا الحوار التركي السعودي الجديد من المبكر لأنه نحتاج إلى بعض الوقت الآن لمعرفات كيف ستتم ترجمات التفاهمات في المرحلة المقبلة لكن أنا رأيي شخصي من خلال المتابعة أظن أنه هذا التقارب التركي السعودي بالتنصيق مع العديد من اللاعبين الإقليميين المؤثرين أيضا خصوصا بعد المصالحة الخليجية وبعد هذا التقارب التركي الإماراتي كما تعرفين هذا الحوار التركي المصري الجديد الذي انطلق قبل حوالي عام بشكل مختلف هذه المرة يعني في عنا أكثر من مؤشر الآن يقول أنه نعم هذه فرصة كبيرة للبلدين للمملكة العربية السعودية وريد تركيا للمشاركة بدور فاعل ومؤثر في أعداد رسم الخرائط الملفات ونقاش هذه التضايا من هنا دعني أسألك إذا كاننا المبكر الحديث عن إنجازات كما وصفتها حضرتك إذا أردنا أن نذكر بعض النقاط التي ربما نتيجة المتغيرات والتحولات قد تلتقي عندها البلدان في هذه الملفات عن أي نقاط ممكننا نتحدث النقطة الأولى الأساسية ما هي برأيه هي سياسة إيران الإقليمية الآن سنرى أنا وأنتي طبعا هذا رأي شخصي هذا أنه في هذا التقارب التركي السعودي سيوجه رسائل مباشرة إلى الجانب الإيراني باتجاه مراجعة مواقفه وسياساته في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية رسالة أولى إلى إيران رسالة ثانية في غاية الأهمية أيضا كما تعرفين الآن في باكستان في تطورات سياسية حكومية مهمة للغاية والقيادة الباكستانية الجديدة الآن تحاول أن تفتح صفحة جديدة من العلاقات بطبع استراتيجي مع المملكة العربية السعودية لأن الجميع الآن يدرك أهمية وموقف الدور الوثق السعودي في هذه الملفات الإقليمية تطورات المشهد في أفغانستان مثلا كل هذه النقاشات بطابع إقليمي استراتيجي سنراها أنا وأنت جزء من التفاهمات التركية السعودية في المرحلة المقبلة باختصار كل هذا الحراك طبعا لا يمكن فصله كما أشار دكتور شهري قبل قليل عن التطورات في الملف الأوكراني في مسائل كثيرة سأعود إليك دكتور لم أكتفي بهذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بإيران ولكن دعني أيضا أقف على رأي الدكتور شهري دكتور كيف تنظر إلى ذلك كيف لعلاقات ربما أفضل وأمتن مع تركيا أن تسهم إجابا سواء في الملف اليمني أو في الملف الإيراني بالشكل العام لعلي أضيف نقطة ربما تكون يجوز من سؤالك للزميل سمير وهو ذكرت الوضع في العراق وسوريا وليبيا وكثير من الملفات أقول أن هذه الزيارة جاءت للحديث أو للبحث في المشتركات هناك مختلفات أعتقد أنها لم تحل ربما موضوع خاشقجي هو الذي يرحل أو أغلق نهائيا وتمت الزيارة بعد أن تهينا من هذا الملف بقية الملفات التي تم الاختلاف عليها مثل التدخل في قطر مثل الوضع في العراق في سوريا في ليبيا في البحر العربية المتوسط في اليمن تنظيم الإخوان الذي أيضا يحظى بدعم من تركيا أنا متأكد أتمنى أنها تكون هذه ستحل في مكة أو في جدة لأنها تمت الزيارة وهذه الأمور لازالت معلقة وبالتالي كانت الزيارة بناء على المشتركات وهو الرغبة في بناء علاقة جديدة الرغبة في عودة الشراكات القديمة كان هناك شراكات اقتصادية كان هناك أكثر من أكثر من ثمانية مليار الميزار التجاري ثلاثمائة وتسعين شركة تعمل في المملكة العربية السعودية كان هناك تدفقات كبيرة للسياحة أعتقد أن هذه كانت من الأشياء التي يريدها السيدة الردقان وأنا متأكد أنها قد بدأت الآن في العمل لذلك بقية الملفات المختلفة هي أعتقد أنها سوف تبحث ربما لا تنتهي في هذه الزيارة ربما من خلال الوفد الكبير الذي معه في خامة الرئيس سيتم الحديث فيها ربما سيكون هناك أيضا زيارات متبادلة مستقبلا للحديث لأنه يبدو أنه لن يتم حلها بزيارة أو في يوم أو يومين بالنسبة لليمن تركيا ربما غازلت أو وزلت من بعض الأحزاب في اليمن مثل حزب الإصلاح ولم يكن هناك موقفا واضح الحقيقة من تركيا اللهم ألف الخطاب الأخير الذي استمعنا إليه من خامة الرئيس وموقف حقيقة إيجابي وامتاز وهو يقف مع مملكة عمية السعودية ضد الهجمات الحوثية وضد استقدامها للسلاح الإيراني الذي يأتي لأملكة هذا الحقيقة موقف جديد يبنى عليه لسياسة قادمة أتمنى أن هذه السياسة وأتمنى وأقولها دائما أنها تكون مستمرة وأن تتسم بالثبات أتمنى أن لا تكون هي مرحلة وقتية بناء على الوضع الاقتصادي أو بناء على مصالح وقتية ولذلك من صفات السياسة السعودية الثبات في المواقف أتمنى أنه بعد زيارة السيد أردغان أن يكون الموقف التركي موقف ثابتا وداعما التركيا هي ضمن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وهذا الحقيقة سيعزز من موقفها أيضا ومن شراكتها مع المملكة العربية السعودية لتعملاني سويا لمكافحة هذا الأمر اسمح لي أن أعود إلى دكتور سامير صالحة وفي نفس الموضوع دكتور نتحدث عن الملف الإيراني نتحدث عن ملف متشعب يتصل كما ذكرت حضرتك باليمن بالعراق بأكثر من بلد أي تحولات يمكن لمثل هذه العلاقات تقريب العلاقات بين البلدين أن تحدثها في هذه الملفات المتصلة بالملف الإيراني بشكل عام يعني طبعا فيه انزعاج تركي سعودي واضح من سياسة إيران الإقيمية هذه المسألة لا تحتاج إلى نقاش مطول وأين رأينا هذا التحرك الإيراني المخلق في الملف تحديدا اليمني نعم في الملف السوري في المشهد العراقي وفي لبنان أيضا الآن هذا التقارب التركي السعودي برأيه كما قلت لك قبل قليل سيحمل هذه الرسائل الجديدة بالطبع الإقليمي بالشق الإقليمي إلى إيران ويطالبها بمراجعة هذه السياسات لكن في نقطة في غاية الأهمية الآن بعد هذا التقارب الانفتاح التركي السعودي أظن أننا وأنت سنرى في المرحلة المقبلة دور طبعا هذا رأيه الشخصي من المتابعة دور سعودي أكبر في دعم التقارب التركي المصري لماذا؟ لأن هذا التقارب أيضا على إمام طاولة ثلاثية بطبع إقليمي ستكون رسائله أقوى بكثير إلى الجانب الإيراني لذلك عملنا على أن الشق في هذه المحادثات الآن بشقه الإيراني مهم للغاية أنا لا أظن أطلاقا نعم الاقتصاد والتجارة مهم في العلاقات المصالح الاتصادية والتجارية لكن أنا أظن في هذه الزيارة لأولوبيات مايا كانت وسنرى أيضا ذلك في المرحلة المقبلة للملفات الاقتصادية التي حاول البعض أن يلعبها مستفيدا من هذا التباعد التركي السعودي هذا هو برأيي الشق الأساسي والنقطة الأساسية في لغز أو في هذه الرسائل الجديدة من خلال هذا التنصيق التركي السعودي أجبتني دكتور عن مسألة مصر تحديدا كنت أريد أن أسألك عنها من هنا أعود للدكتور شهري دكتور كثر ينظرون إلى هذا التقارب مسعى لتشكيل تحالف إقليمي وازن من الدول السنية خاصة إذا منضمت إليه مصر تحديدا لمواجهة النفوذ الإيراني هل هو الأمر كذلك أم نتحدث عن تحالف إقليمي ربما من منظور آخر أو من نوع آخر سؤال مهم أستاذ مايا لا يوجد شك أنه دائما الأعداء سواء كانوا الأعداء الخارجيين أو الأعداء الداخليين أو أصحاب المصالح الضيقة أو المؤدلجين هم يستفدون من الخلافات والاختلافات الخلاف السعودي التركي الذي امتد أكثر من خمس سنوات كان هناك من تاجر به واستفاد منه ولعب عليه التقارب الآن أنا متأكد أن هناك من يلطم ويشجب ويتألم من هذا التقارب ولذلك هو مصلحة الحقيقة للسعودية ولتركيا وللعالم العربي والعالم الإسلامي ما في شك أن مصر وهي أيضا ركيزة في أفريقيا هي قاب قوسين أن تعود إن شاء الله إلى علاقتها الطيبة مع تركيا وقد بدأت تركيا بتلبية الكثير من طلبات تركيا مثل القنوات الفضائية والهاربين من تنظيم الأخوان الذي هو مجرم عندنا وعندهم التمنى أن يجرم أيضا في تركيا لا تنسي أيضا الرباعي المهم جدا في المنظومة الإسلامية وهي باكستان وقد كان السيد شريف حاضرا يوم أمس في المملكة العربية السعودية ما في شكل سعودية وتركيا ومصر وباكستان لاعبون مهمون في منظمة التعاون الإسلامي وهذا الحقيقة التحالف يقلق الكثير يا أخت مايا يقلق العالم ليس فقط مثل الداخل هو يقلق العالم بأسرة إذا وجد فما بالك لو أنضمت إيران إلى هذا التحالف بعد أن تعدل سلوكها وتغير من نغامتها الثورية وتعود كدولة قوية إسلامية هنا الحقيقة سيكون هناك عالم إسلامي قوي ما في الشك سنبني الآن على هذه العلاقة المتينة بين السعودية وتركيا مصر هي في الطريق إلى العودة باكستان هي حريف بالجميع أعتقد أننا نحن أمام رسم سياسة إن شاء الله مستقبلية يكون للعالم الإسلامي مكانا في هذا العالم المتشنج دعنا نضيف إلى ذلك أتوجه إليك دكتور سمير صالحة مثل هذا التعاون بحجم دولتين تركيا والسعودية أين سنجد تأثيراته بشكل خاص في العلاقات الثنائية لكل البلدين؟ يعني على المستوى الثنائي باختصار سنرى الآن ترجمة لكثير من الخطط والمشاريع بطبع استراتيجي بشق اقتصادي ربما لكن أظن أيضا سيواكبها تعاون وتنصيق بشق عسكري أمني وفي ملفات اجتماعية إنسانية كثيرة هذا على صعيد نعم دكتور العلاقات الثنائية ما يعني العلاقات الثنائية بين البلدين ولكن أيضا ما قصدت العلاقات الثنائية لكل البلدين مع دول أخرى صحيح صحيح لذلك أنا كنت سأقول لك الآن أظن أن التركيز سيكون أيضا على الملف السوري هذا الملف الأزمة الذي مضى عليه أكثر من 11 عام وما زال الشعب السوري يعاني بسبب ما يجري في الداخل السوري لذلك أنا أظن أنه أمام هذا التحول في المواقف والسياسات ليس فقط في التعامل مع الملف السوري من قبل العديد من اللاعبين الإقليميين بل أمام المتطلبات المرحلة المقبلة في التعامل مع هذا الملف سيكون هناك أنصيق تركي سعودي واضح بإتجاه تسريع وإيجاد صيغة تسوية حل للأزمة السورية لأنه أكثر من لاعب في دول الجوار السوري مع الأسف تتأثر بشكل سلبي مما تعيشه سوريا اليوم نقطة أخيرة بالاختصار الموقف السعودي حتى لعدما كانت العلاقات متوترة مع تركيا له ميزة وخصوصية أن المملكة العربية السعودية وهذه النقطة علينا أن نسجلها للمملكة في سياساتها واستراتيجيتها أنها لم تأخذ أي موقف بشكل منحاز أو بين مزدوجين عدائي أو استفافي ضداء تركيا صحيح كان فيه إنزاعج من بعض المواقف والسياسات والملفات لكن هذا لم يتحول إلى استفاف حتى لو كان فيه بعض التنصيق مع بعض الدول لذلك برأي أنه من مرحلة المقبلة ستكون سريعة ماية وخاطفة في إنجاز عملية التقارب إنجاز وبشكل سريع أيضا دكتور لأن الوقت يدهننا يعني مثل هذا الإنجاز الذي تتحدث عنه تحديدا في الملف السوري نحن نتحدث عن لعبين دوليين أيضا وسط كل ما يجري كيف يمكن حدوث خطوات متقدمة ونحن نتحدث عن أطراف دولية أيضا لاعبة في الملف كالملف السوري في عنا هذا الوزن الإقليمي موجود لكن كما أشار قبل قليل صديقي الدكتور أحمد في تشتت في تباعد بين دول المنطقة البعض استغله واستفاد منه الآن هذا التقارب وهذه القراءات واللحمة الإقليمية الجديدة بين هذه الدول هي التي ستفرض نفسها في التعامل مع الكثير من الملفات في عنا الأزمة الأوكرانية الآن مايا هذا التشارذم في التعامل مع الملف برأيي يعني يقلق البعض في المنطقة لذلك هذا التنصيق التركي السعودي مهم أيضا في إطار وضع استراتيجية إقليمية في التعامل مع الملف الأوكراني مخاطر تهديداته على الدول المنطقة في المرحلة المقبلة نعم أنا أشكرك جزيلا حدثنا من مردين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور سمير صالحة كما أشكر ضيفي من رياض رئيس منتدى الخبرة السعودي لدراسات والأبحاث الدكتور أحمد الشهري وأشكركم أيضا لمشاهدين على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة جديدة غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة